بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية في الدين والدنيا كما نسأله جل شأنه ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وبعد فإن من أفضل ما يسعى إليه المسلم هو طاعة الله ومحبته وإن أبواب ذلك كثيرة ومتعجدة وأرجاها عند الله سبحانه وتعالى هو مجالس العلم وحلقات الذكر وروضات الجنة وبعد أن من الله علينا بذلك فنرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا وأن يتقبلنا وأن يكتب هذه الجلسات في ميزان أعمال يوم القيامة وأن لا يجعل للشيطان حظا ولا نصيبا فيها وبعد فنحييكم ونرحب بكم وبين يدي هذا اللخاء الكريم ومن رحاب هذا المسجر الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيوف ندوة هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان وصاحب الفضيلة الشيخ صالح الأطرم وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العز الراجحي ليحدثون حول ندوة الليلة وموضوعها عن السحر وأنواعه وخطره ونحن في انتظار أصحاب الفضيلة ولا بأس أن ننبه عن الندوة القادمة إن شاء الله فهي عن الزكاة وأنواعه وأقسامها لفضيلة الشيخ صالح الفوزان وهذا لتخير الأسئلة المناسبة إتماما فايدا وما زلنا في انتظار أصحاب الفضيلة وفضيلة الشيخ صالح الأطرم إن شاء الله في الطريق إلى الندوة شاكرين لهم باسمكم إجابة الدوعة والتلبية النداء سئلين الله سبحانه وتعالى أن يفتع عليهم وأن ينفع بهم وأن يوفقهم وأن يجازيهم عننا وعنكم خير الجزاء قد دعونا فضيلة الشيخ عبد الراجحي ولعل لا عزر إن شاء الله نسأل الله أن يكون خيرا عن تعريف السحر لغة وشرعا وذكر شيء من النصوص في النهي عنه والتحذير منه يتفضل الفضيلة الشيخ صالح الأطرم ليستهل الندوة المشكورة فلا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من الشرور ونعود به من السحر والسحرة كما أمرنا أن نستعيد به في سورة الفلب السحر السحر هو اسم للشيء الخفي والذي يغمض سببه وللأمر الدقيق ولهذا سمي آخر الليل سحرة لخفائه ولخفاء عمل السحر ودقته سمي سحرة أما في الاصطلاح فالمراد به رقى وعزائم وعقد تؤثر في الأبدان وتمرض وتؤثر في القلوب وتفرق بين المرء وزوجه وهذه الأعمال أعمال شيطانية تتكون من بين شياطين الإنس وشياطين الجن وسيأتي إن شاء الله وتعالى ومن الندوة ما يوضح هذا التعريف أما الأدلة التحذير من السحر فكثيرة جدة من القرآن والسنة والآثار عن الصحابة والسلق الصالح فمن الكتاب قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه يعني من اختاره وتعلمه وعلمه واستبدل طريقة واستبدل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر منفي عنه الحظ في الآخرة فليس له نصيب ومعلوم أنه لم ينفى حظه من الآخرة إلا لعظم مرتكبه وهو جريمة السحر ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات والموبقات المهلكات فدل على عظم جرم هذه السبعة فذكر في الأول الشرك بالله ثم السحر ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام المرتبة الثانية وقتل النفس وقف المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم والربا وفي قوله اجتنبوا ما يدل على أن ارتكاب هذه السبع ارتكاب هذه السبع أمر محرم وإثمها كبير وعظيم كان قال اجتنبوا اتركوها نهائيا لا تقربوها ولا تقربوا أسبابها ومن الأدلة قوله تعالى في ذنب اليهود ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وفسر ألبت بالسحر فهذا ذنب لليهود حيث آمنوا به وعملوه وعملوه وتعلموه واعتقدوه فلو لم يكن مذموما وممنوعا لما ذموا بهذه الصفة فهي أدلة واضحة على عظم جريمة السحر والتحذير منها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في أن نستعيد به من شر السحرة ولو لم يكن محرم ما أمرنا أن نستعيد به من شرهم في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسن وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه فالمكفوذ أن الأدلة في التحذير من السحر والسحرة وقربهم وأنواع السحر كثيرة جدا شكرا لفضيلة الشيخ صالح لأطرم على هذه المقدمة وهذا البيان والتوضيح وجزاه الله وخير الجزاء ومع فضيلة الشيخ صالح الفوزان ليحدثنا عن حكم تعلم السحر وتعليمه وحكم الساحر ورد على من يقول إن السحر تخيل لا حقيقة له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن حكم تعلم كل علم يرجع إلى نوعية ذلك العلم وفوائده أو أضراره وما يترتب عليه وعلم السحر من المعروف بالفطر والعقول والتجربة أنه مضر ولا نفع فيه لوجه من الوجوه وأنه ضرر محظ لا خير فيه وأن الذين يزاولون مهنة السحر هم من شر الخليقة من شياطين الإنس والجن السحر داء قديم وبلاء عظيم كان من عمل فرعون وقومه وأرادوا به أن يواجه الحق الذي جاء به موسى كليم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يدفع الحق بهذا الباطل فخيب الله سعيهم وأبطل كيدهم ونصر الحق وأهله كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أنهم جاءوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم في مشهد عظيم جمعوا له كيدهم وجمعوا السحرة من كل خطر ومن كل بلد ليواجه به الحق الذي جاء به موسى عليه السلام فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن ألقي عصاك فإذا هي تلقه ما يأفكون لما جمعوا كل ما عندهم من السحر وجاءوا بسحر عظيم وملأوا المكان من الأعمال السحرية أمر الله موسى عليه السلام أن يلقي عصاه فالتقمت هذا السحر كله وقضت عليه وهم ينظرون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون علموا أن السحر باطل وأن هذا الذي جاء به موسى هو الحق وأن الباطل لا يقابل الحق ولا يقوم أمامه أبدا فسمعه الله باطلا بقوله وبطل ما كانوا يعملون والباطل لا يجوز تعلمه وتعليمه وفي سورة يونس قال سبحانه وتعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فأخبر أن الله سيبطل السحر ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام وقال إن الله لا يصلح عمل المفسدين فسمى السحر من عمل المفسدين وسمى السحرة مفسدين فدل على أن السحر فساد وأن الساحر مفسد والفساد لا يجوز تعلمه ومن تعلمه أو علمه فهو مفسد والمفسد يجب القضاء عليه وإراحة البشر من شره هذا مما يدل على بطلان السحر وأنه من عمل المفسدين وأنه لا يجوز تعلمه وتعليمه وفي سورة طه قال الله جل وعلا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فأخبر سبحانه أن السحر كيد كيد باطل كيد ساحر وأن الساحر لا يفلح وإذا كان لا يفلح فدل على أن عمله باطل وأنه يترتب عليه الخسار والهلاك إذن فهذا يدل على تحريم تعلم السحر وتعليمه لأنه لأن من تعلمه أو علمه أو تعطاه فإنه لا يفلح حكم الله عليه بعدم الفلاح فدل على أنه كافر وعلى أنه خاسر أبد الآباد إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى والسحر أيضا من عمل اليهود واليهود هم شر الخليقة عند الله سبحانه وتعالى لأنهم هم أهل الفساد في الأرض وهم مصدر كل شر في جميع الأزمنة حرفتهم ومهنتهم بثوا الفساد في الأرض ولا يزالون كذلك يفسدون في الأرض ولا يصدر عنهم إلا الشرور ومن ذلك السحر فإنه من صنعهم وعملهم كما قال سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون فدلت هذه الآية الكريمة والتي بعدها على أن السحر كفر وأن تعلمه كفر وتعليمه كفر وذلك في مواضع أولا قوله واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان فدل على أن السحر من عمل الشياطين وما كان من عمل الشياطين فإنه لا يجوز تعلمه ولا تعليمه وأنه ضرر محظ لا خير فيه وأنه شر وفساد لأن الشياطين لا تأتي إلا بالشر ولا تأتي بخير أبدا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فنفى الله عز وجل عن سليمان عليه السلام تعاطي السحر الذي اتهمته به اليهود لأن السحر كفر والكفر لا يليق بالأنبياء ولأن السحر باطل والباطل لا تجيء به الرسل ولا الأنبياء وإنما تأتي الأنبياء بالحق فلا يتصور أن يأتي سليمان عليه السلام بالسحر لأنه باطل وكفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فدل على أن من علم الناس السحر فقد كفر لأنه علمهم كفرا ومن علم الكفر معتقدا إباحته وجوازه ومروجا له بين الناس فهو كافر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر هذا دليل أيضا على أن تعلم السحر كفر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أي بتعلمك هذا السحر وقال في آخر السورة ويتعلمون ما يضرهم في ختام الآية ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فشهد الله جل وعلا أن السحر ضرر لا نفع فيه وما كان ضررا محظا فلا شك في تحريم تعلمه ومنعه وإبطاله ومحافظه حاربته والقضاء عليه حتى لا يوجد بين المسلمين وختم الآية بقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وهذا دليل صريح على كفر من تعلم السحر وعلمه ما له في الآخرة من خلاق يعني ليس له نصيد ليس له نصيب من الجنة وهذا إنما يكون للكافر الكافر هو الذي ليس له في الآخرة من خلاق لأن مصيره النار خالدا مخلدا فيها فدل على أن الساحر والمتعلم للسحر والمعلم للسحر أنه ليس له نصيب في الآخرة من الجنة وإنما تكون في النار خالدا مخلدا فيها هذه مواضع من هذه الآية الكريمة تدل على أن تعلم السحر وتعليمه كفر لأنه ضرر محض وشر محض ولأنه من أعمال الشياطين ولأنه من أعمال الكفرة كقوم فرعون كفرعون وقومه ومن أعمال اليهود ومن أعمال شياطين الإنس والجن وما كان كذلك فإنه يجب الابتعاد عنه وفي الحديث الذي سمعنا اجتنبوا السبع الموبقات ولكر منها السحر فقوله اجتنبوا هذا صريح في المنع من تعلم السحر وتعليمه لأن الذي يتعلمه أو يعلمه لم يجنبه وإنما يزاوله ويروجه وينميه فهو لم يجتنبه فكل هذه أدلة صريحة من الكتاب والسنة على تحريم تعلم السحر وتعليمه وأنه كفر وأما حكم الساحر الساحر يستتاب فإن تاب إلى الله ورجع وترك مزاولة السحر توبة صحيحة لا توبة يخادع بها ولكنه إذا تاب توبة صحيحة واعترف ببطلان السحر وتحريمه وأنه كفر وتركه فإنه يخلى سبيله أما إذا لم يتب إلى الله فإنه يقتل وجمهور العلماء يرون أن الساحر كافر وأنه يقتل ردة ويعامل معاملة المرتد لأنه بتعاطيه السحر كفر بالله عز وجل والإمام الشافعي يفصل ويرى أن الساحر إذا كان يعتقد إباحة السحر فإنه كافر لأنه استحل محرما بالإجماع وما دل الكتاب والسنة والضرورة على تحريمه فهو كافر أما إذا لم يعتقد إباحته فهذا إن كان سحره من جنس سحر الكفرة عباد الكواكب الذين يتعاملون مع الشياطين فهذا كفر بلا شك كما يقول به الجمهور أما إذا كان سحره بأدوية وأمور غير شركية وإنما هي أدوية وأشياء يتخذها من الأعمال التي هي دون الشرك ودون التعامل مع الشياطين فهذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب ويأخذ على يده ويمنع منه إلا إن استحله كما سبق فإنه كافر لكن جمهور الأمة على أن الساحر كافر من غير تفصيل بين أي نوع من أنواع السحر وأنه إذا ثبت أن الساحر يتعاطى هذا الشيء ويعمل به وأصر على ذلك فإنه يعتبر كافرا ويقتل مرتدا وعياذ بالله هذا مما يدل على شناعة هذا الباطل وعلى أنه شر يجب تطهير المجتمعات الإسلامية منه بل يجب تطهير الأرض منه وإراحة الخلق منه لأنه شر مستطير وبلاء كبير وهو وراثة من ميراث الكفرة وشياطين الإنس والجن في قديم الزمان وحديثه وما توصل أهل الشر والباطل في الغالب إلا عن طريق السحر يفسدون بين الناس يفرقون بين المرء وزوجه كما ذكر الله سبحانه وتعالى ويعتدون على الأنفس بالقتل بالسحر والإمراض وغير ذلك من الأمور الضارة فهذا هذه آثاره وهذه أضراره وما كان كذلك فلا شك أنه كفر وضلال وشر وبلاء عافان الله وإياكم منه نعم شكرا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه الإجابة الطيبة وهذا التوجيه الكريم والنصيحة الغالية وجزاه الله خير الجزاء ومع فضيلة الشيخ صالح لأطرى نحدثنا عن بيان شيء من أنواع السحر الواردة في النصوص وحكم كل نوع منها فلا تفضل المسكور السحر كما سمعنا يعتمد على أمور كلها محرمة فيجتمل على الفساد والإفساد ويعتمد على دعوى علم الغيب يجتمل على دعوى علم الغيب ويجتمل على الضرر في الأبدان أيضا فهو شر محظ لا خير فيه فإذا فإذا عرفنا هذا فإنه يدلنا على معرفة أنواعه وإذا أنواعه كثيرة جدا جاء في النصوص تنبيه تنبيه على بعضها ولكن حينما يثبت شيء مما اجتمل عليه السحر فإنه يكون داخل في أنواعه ومما دلت عليه النصوص وأثبتته أنه من أنواع السحر فعلى المسلمين اجتنابه الكهانة فلا يجوز تعلمها ولا التعاطبها ولا تشييع الكاهن ولا اتيانه ولا قبول قوله ولا تصديقه للأحاديث الواردة في ذلك من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبله صلاة أربعين يوما والعراف هو من يدعي أو من يستدل على المغيبات بأمارات وعلامات وأمور وهو أخ الكاهن وإن افترق أحيانا في بعض الأمور فكلاهما عندهما ادعاء لعلم الغيب فلهذا جاء في الحديث الآخر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء فالعرافة والكهانة من أنواع السحر ولهذا تبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام منهما ومن من أتاهما وطلب منهما هذه الصنعة أو طلب منهما أن يتعرف له أو يتكهن له فقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له ومن أنواع السحر تعلم التنجيم الذي يستدل به على المغيبات والذي قد يصل به إلى اعتقاد تأثير العلويات في السفليات هذا من أنواع السحر لأن فيه دعوى علم غيب وفيه اعتقاد تأثير من الكواكب على أهل الأرض فلهذا جاء في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وجاء النهي عن الغلو في تعلم النجوم الزائد على قدر الحاجة فإن النجوم خلقت زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما بالشياطين فمن تعلم أكثر من ذلك فهو تكلف ولربما يقول به إلى المحرم فالمقصود أنه أن تعلم النجوم التعلم الذي لا حاجة للإنسان فيه من الحوائج الشرعية نوع من أنواع السحر وعلامته إذا كان في تعلمها شيء من ادعاء علم الغيب هذا ضابط الممنوع أو اعتقاد تأثير من الكواكب أو من البروج اعتقاد تأثير على أهل الأرض وعلى من في الأرض أو ما في الأرض أو اعتقاد تأثير في الزلازل ونحو ذلك فكل هذا من نوع من أنواع السحر ومن أنواع السحر العيافة وهي زجر الطير ومعناه أن اعتقاد التشاء في الطيور في أسمائها وأصواتها ومقابلاتها فحينما ينسب للطير شيئا من المغيبات من ضرر أو خير فإن هذا نوع من أنواع السحر لأنه علم غيب والطير لا غيب عنده ولم ينسب الشرع شيئا للطيور فمثلا لفظة غراب يتشامون بها على الغربة ومن أين لهم ذلك هذا شيء من الغيب فلهذا صنوا من أنواع السحر والعقاب على العقاب والهدهد على الهدى وكل هذا لم يأتي في الشرع ولم يكره الشرع هذا وجه كونه من أنواع السحر إذا عرفنا ما اجتمل عليه السحر ربما يأتي شيء ما نص عليه السحر لكنه داخل داخل في معنى السحر فيعرف المسلم أنه من أنواع السحر وكان هذا موجود وكذيف في العرب خصوصا لبعض القبائل كبني أسد وتحدثت الجن فيما بينهم عن بني أسد فأرادوا أن يختبروهم أن يختبروهم في هذه العيافة فذهب ركب من الجن إليهم فانتدبوا منهم غلاما فركب مع الجن الغلام ما علم أنهم جن ليحدث لهم وليعف لهم قبلا ظلت لهم بزعمهم فحينما ساروا أو في أثناء مسيرهم التقى بهم عقاب طير فبكى الغلام فقال له الجن ما لك ما لك قال خفضت جناحا وكسرت جناحا فحلفت بالله صراحا أنك لست بإنسي ولا تبغي لقاحا يعني ما تبغي إبل فعرف فتركه الجن بعد ذلك فالمقصود هذه من العيافة التي هي تتضمن دعوى علم غير فلهذا صارت نوع من أنواع السحر ومنها الطرد أي الخط في الأرض وهو أن يأتي الطالب للخط في الأرض ثم أولي التي تضرب بالحصار فيطلب منه حظه وحظه طيب لردي تنبل هذه الأمور كثيرة من قديم الزمان ولا تزال موجودة في المجتمعات بل قد يبلون الناس في الشوارع وفي الحوانيط وفي المطاعم في كثير من المجتمعات إلا أنهم ولله الحمد والمن في بلادنا هنا لم ينتشروا وذلك لأن هذه الدعوة ضد هذه الأمور السحر وأنواعه والقائمون بها من علماء وحكام حرب لهذه الأمور فهذا هو السبب ولله الحمد لكلتها في بلادنا نسأل الله أن يغفر للأموات وأن يثبت الأحياء وأن يرزقهم البطانة الصالحة لحرب مثل هذا الفساد وإلا ففي البلدان الأخرى كثيرة والذين سافروا التقوا بهم تعال اخبرك ماذا حدث لك ماذا حدث في أهلك وقد أشار العلماء في كتبهم السابقة أنهم كثيرون كما أشار لك شرح الطحوية فالمقصود إذا أيقظ الله حكام المجتمع الإسلامي وعلماء وضربوا على أيدي السحرة وأعوان السحرة ومن قام بنوع من أنواع السحر خففوا في البلاد فالخط صفات ضرب الحصى وخط المقصود إذا انتهى خاط من غير عدد بدأ يمحو ثم إن بقي خطان تفائلوا وإن بقي خط تشاؤموا تشاؤموا لأنه يمحو على خطين فماذا عند هذا الخط إلا دعوى علم غيب فلهذا صار نوع من أنواع السحر وكذلك الضرب بالحصى ولهذا يقول الشاعر لعمري ما تدري الضوارب بالحصى ولا زادرات الطير ما الله صانع فهو كل دعوى عن الغيب وإلا لا يعلمون ماذا سيحدث أبدا وإن أعلمتهم شياطينهم وجنهم في قضية ما فسيكسبون في قضايا فسيكسبون في قضايا هذا من أنواع السحر ومن أنواع السحر ما يحدث الفساد يشترك مع السحر بالفساد والإفساد كالنميمة فلهذا أدخل الشيء محمد عبدالوهاب رحمه الله في باب بيان شيء من أنواع السحر كما قال بعض الألماء يفسد النمام في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة لأنه يشترك معه في الفساد في النمام مفسد وهو نقل الحديث من أحد إلى آخر على وجه الفساد بينهم ومن أنواع السحر الكلام البليه الذي يقلب الحق باطلا والباطل حق كما قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر ولقد خطب عنده رجل فمدح رجلا ثم بعد ذلك ذمه فقال عليه الصلاة والسلام كيف ذلك قال نعم رضيت عنه فقلت أحسن ما علمت وغضبت عليه فقلت أسوى ما علمت فدائما البلاغة والفصاحة تقلب الحق باطل والباطل حق فيكون من أنواع السحر لأن من السحر هذه الحقيقة قلب الحق باطل الباطل حق فلهذا يقول الشاعر في زخرة في القول تزين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري فالمقصود أنواع السحر كثيرة جدا منها ما ورد الذي سمعناه وضابطه إذا حصل به دعوى علم غير سمي بأي اسم كان بأي اسم كان ومن أنواع السحر ما يخيل على العيون ما قد يخيل على العيون فيضحك العامة والشهود هذا من أنواع السحر أيضا وليس له حقيقة ويعرف ذلك بنفس القضية كأن يقتل نفسه ثم يحييها أو يقتل غيره ثم يحييه كما ذكر عن رجل عند الوليد يلعب قتل رجلا ثم ضحك الناس ثم أعاده لكن جاءه رجل من أهل الخير والعلم فقتله فقال فليحيي نفسه الآن فبطل سحره أمام الشهود ومثل هذا من يدخل من ديله في مخباط ثم يخرجه دجاجة أو بيضة ومثله من يطعن نفسه ثم بعد ذلك كأنه يريهم الدم أو يرون الدم في أعينهم ثم بعد ذلك يقوم سليما ليس به أي دم فيضحكون من ذلك كل هذا من أنواع من أنواع السحر على العيون والتخيلات على العيون وما هي إلا لإذهاب أوقات المشاهدين ولأكل أموال الناس بالباطل ولفتح أبواب الشرور الأخرى أو يدعو بريك وليس به شاي ثم يأمره فيذهب الإبريق أمام الناس فيعب شاه ويأتي بنفسه سواء سميت تمثيلية أو سميت لعب أو أي شيء أو يركب بصاط أمام الناس فالمقصود أن نواع السحر ما كان به دعوى علم غيب أو ما يقلب ما يظهر حقيقة ثم يقلبها على أساس أنه قادر عليها أو يدخل في النار ثم يخرج لم تمسه ولم تضره أمام الناس فيعجبون ويضحكون وهم لا يعلمون هل وجع الوقاية بينه وبين النار فهذا قد يحصل أو أنه خيل على أعينهم وهذا قد يحصل أيضا فعلى العاقل أن يتنبه لمثل هذه الأمور ولا تستغرب من قديم الجمان كما أشار إلى ذلك فضل الشيء صالح من قبل من الأمم السابقة ولكن والتخلاف على العيون تنتشر بلا شك أنه خطر عظيم على العقيدة لأنه قد ينافي العقيدة وقد ينافي كمالها فإذا انتشر ما ينافي كمال العقيدة فخطر يدخل ما ينافي العقيدة أيضا ولا يميزه سائر المسلمين توجيه هذا البيان وجزاه الله خير الجزاء ومع فضيلة الشيخ ها 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 طيب الاستكمال السؤال السابق وهو بيان شيء من أنواع السحر الواردة في النصوص وحكم كل نوع منها ما حكم الأعمال البهلوانية والتداوي عند الصحرة أفاضي الشيخ جزاه الله خيرا في بيان أنواع بعد الصلاة في بيان أنواع السحر و ذكر ما استشرى في هذا الزمان خصوصا بعد اتصال الأقطار بعضها ببعض وسهولة الأسفار ووصول الشرور من أقصى البلاد إلى أقصاها في سرعة حتى صار العالم كانه بلد واحد كثر هذا الشر والعياذ بالله ولوسائل الإعلام نصيب في نقل صحافة أو فيديو أو غير ذلك لها نصيب من نقل هذه الشرور إلى البلاد وترويجها فمن ذلك فمن ذلك هذه الأمور فمن هذه الأمور هذه الألعاب التي يسمونها بالأعمال البهلوانية بأن يأتي السحرة ويظهرون في حلبات أعدت لهم أو في أمكنا أعدت لهم أمكنا أعدت لهذه الأمور ويتجمع الجماهير من الناس ليشاهدوهم ويعلنون ذلك للناس ويكون ذلك يوما يحضرون فيه لمشاهدة هذا الدجال الساحر بما يظهره من أنواع السحر أمام الناس بصورة أنها أعمال رياضية وأنها أعمال تعتمد على المهارة وعلى خفة الحركة ويسمون الشر بغير اسمه لأنه وردا في آخر الزمان تسمى الأشياء المحرمة بغير أسمائها يسمى البيع يسمى الربا باسم البيع ويسمى الخمر بغير اسمه ويسمى السحر كذلك باسم الرياضة وباسم الأعمال الترفيهية أو ما أشبه ذلك فيأتي هذا الساحر أو السحرة فيعرضون على الناس أنواعا من السحر يخيلون به على الدهمة ليفسدوا بذلك عقائد المسلمين وذلك بسبب تساهل المسلمين في أمر عقيدتهم وإصغائهم إلى دعاة الشر الشر لا شك عنه موجود في كل وقت وفي كل زمان ليبتلي الله به العباد ولكن إذا غفل أهل الصلاح وأهل الدين وأهل التقى وأهل العقيدة الصحيحة إذا غفلوا عن المفسدين انتشروا ونشروا شرهم وحاولوا إفساد عقيدة المسلمين وهذا هو واقع هؤلاء الدجالين في هذا اليوم أو في هذا الزمان الذين يحترفون السحر لكنهم لا يسمونه سحراً وإنما يسمونه بغير اسمه ثتراً على العيون فيظهر للناس أنه يجر السيارة الضخمة بشعره أو أنه يطعن عينه بالصيخ صيخ الحديد ولا يتأثر أو أنه مثلاً يمتد على وجه الأرض وتمشي عليه السيارة ولا يتأثر منها وما أشبه ذلك أو أنه يدخل في النار ولا تحرقه كل هذا من الشعوذة ومن التدجيل ومن التغرير واستغفال الناس وإلا فهو سحر وباطل وإذا فسح المجال لمثل هذا فإنها تدخل على المسلمين شرور كثيرة تفسد عقائد المسلمين فالواجب الأخذ على أيدي هؤلاء السحرة والدجالين والمشعوذين الذين لهم أغراض أهمها إفساد عقائد المسلمين ومنها أنهم يريدون الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل ومنها أنهم يريدون شغل الناس عن ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ومنهم طائفة يريدون الترأس على الناس ويظهرون بمظهر الأولياء الذين تجري على أيديهم كرامات كما يزعمون وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان والذي يجري على أيديهم ويظهرون خوارق شيطانية وسحر وشعوذة وليست من الكرامة التي تجري على أيدي أولياء الله لأن أولياء الله هم الذين قال الله فيهم الذين آمنوا وكانوا يتقون وهؤلاء ليسوا متصفين بهذين الوصفين ليس عندهم إيمان وليس عندهم تقوى وإنما عندهم التدجيل والخرافة وإفساد عقائد الناس ويظهرون بمظهر الأولياء حتى يكون لهم أتباع ويكون لهم مريدون ويكون لهم طوائف من الناس كأشباه الأنعام يقودونهم إلى الضلال والخرافة والعياذ بالله وهذا أشد من الأول هذا الذي يظهر بمظهر الصلاح ويدعو الناس إلى اتباعه وإلى الالتفاف حول زعامته وأنه ولي من أولياء الله وأنه يقضي لهم حوائجهم وأنه يدبر لهم شؤونهم وأنه يكفيهم ما يهمهم هذا أشد من الأول الذي يريد الاحتيال لأكل أموال الناس بالباطل وإن كان كل من الصمتين من المفسدين في الأرض الذين يجب الأخذ على أيديهم ويجب ردعهم ويجب إقامة حكم الله تعالى فيهم لأنهم من أشر المفسدين في الأرض فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذه الأمور لأنه كلما تأخر الزمان وفشل جهل وقل أهل العلم تكثر هذه الأمور وتفشو ولها دعاة يرويجونها بمختلف الوسائل في المجلات في النواد الرياضية في الأفلام التي تعرض في غير ذلك من الوسائل التي لهم عليها سيطرة وهي ميسورة بأيديهم وتصل إلى الناس بسهولة في بيوتهم وفي مجتمعاتهم فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهؤلاء الدجالين والمشعوذين والمحتالين والمضللين الذين يظهرون للناس في مظهر أنهم من أهل الصلاح والولاية وهم من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن أسأل الله العافية والسلامة وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صلى الله عليه وسلم شكراً لفضيلة الشيخ صالح الفزان على هذه النصيحة مبارك الله له وجزاه الله خرج الجزاء بماذا يتقى شر السحر وترفع إصابته قبل وقوعه مع فضيلة الشيخ صالح الأطرم لمعالقة هذا السؤال فهذا تفضلنا شكراً اتقى شر السحر وكل شر هو واضح ولله الحمد والمنى يعني طريقة الاتقى من السحر ومن كل شر واضح من الكتاب والسنة الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته فإذا قاد له وعبده وتابع بعبادته رسوله عليه الصلاة والسلام فإن الله تكففل بحظه هذا أمر عام ويجمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بابن عباس احفظ الله يحفظك هذا أمر عام للخاص والعام يحفظك في بدنك وفي مالك وفي ولدك وفي عقلك احفظ الله يعني هل معنى أنك تكون حارس على الله لا الله غني عنك احفظ الله في أوامره لك لا تضيعها لا تضيعها احفظ الله بالحذر من ارتكاب منهياته فإنك إن ارتكبت منهياته منهياته أو أو تركت المأمور فقد أضعت أوامر الله وحينئذ يرفع الله يده عنك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم وانبساهم أولئك هم الفاسقون هذا أمر عام أيها الإخوة الله عليه وسلم وما ينطق عن الحوى وإن حصل عليك شيء فالخلل من قبل نفسك وإلا فهو وعد لكل واحد للفرد للحاكم للمحكوم للصغير للكبير احفظ الله يحفظك إن كنت ذا أمر سيحفظك في رعيتك سيحفظك في نفسك سيحفظك في شرور الجن والإنس إن كنت فرد فسيحفظك لا يصل إليك شر من الهوام وغير ذلك احفظ الله يحفظك إن حصل سيحفظه خلل من قبلك كما قال أحد العلماء نزل منزلا فلدغته عقرب يقول فتذكرت فإذا أنا لم أقل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء يقول هذا العالم فتذكرت أني لم أقل هذا وإن لف الإنسان ضعيف ينام لا يدري ماذا حوله من عقارب وحيات وجن وشر إنس ولصوص لا يدري لكن الله سبحانه وتعالى يحفظه كما وعد كما وعده من الوقايات عن شر السحر والسحرة الأوراد والمحافظة عليها في الصباح والمساء بآية الكرسي وقل والله أحد فقل أعوذ برب الفلق فقل أعوذ برب الناس وعند النوم وبالدعوات النبوية كلمات النبوية مثل أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين اللامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر بثة الليل والنهار ومن شر ما ينزل من السماء وما يأرج فيها ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذوك ربي أن يحضرون فالمحافظة على الأوراد والاستعاذ بالله من شر الشياطين الإنس وشر الشياطين الجن هو أكبر وسيلة لوقايتك لوقايتك يا أخي المسلم وحينما تضيع نفسك وتضيع الوردة في الصباح والمساء والأذكار الواردة في أوقاتها فإنك أنت المتسبب على نفسك حينما يصل إليك شر من السحر أو السحرة ومن الأسباب الواقية أيضا ردع السحرة ممن له القوة والقدرة من عالم في بيان الحكم ومن حاكم إداري في منع انتشاره في منع انتشار السحرة والشعوذة هذه من الأسباب قبل أن تقع أما وحينما تفشو وتنتشر فإن المرض يزداد وكلما ازداد المرض صعب العلاج لأنه يتمكن فلم يبقى إلا قطع العضو إن أمكن وإلا فقد يقضي على الحياة كلها وهكذا إذا ترك السحرة والشعوذة وأنواع السحر يفشو في المجتمع الذي سلم منه خصوصا مجتمعنا ولله الحمد هنا والمجتمع الذي عقيدته واحدة وعقيدة توحيد العبادة وعقيدة توحيد الأسماء والصفات سالمين من الخرافات في عبادتهم وسالمين من التحريف والتبديل والتشبيه في الأسماء والصفات مما لا شك فيه أن انتشار السحر وأنواع السحر والشعوذة مفسد لهذه العقيدة ومن ثم سيفكك الأفراد وإذا فسدت العقاية فككت الأفراد ولن يجتمعوا ما كان ما يجمع الاجتماع الصحيح الذي يجمع الحاكمة والمحكوم والمرأة والرجل والأفراد والولد والوالد منذ العقيدة توحيد العبادة لأن الكل يركع لله ويسجد لله ويطيع الحاكم لطاعة في طاعة الله ويطيع أبا في طاعة الله والزوجة تطيع زوجها في طاعة الله فحينما فحينما نفقد الوقاية من أنواع السحر وأتباع السحرة وأتباع السحرة فإن هذه العقيدة سيكون عليها خطر من أن تمرض وإذا مرضت نسأل الله السلامة فإنه يأتي حينئذ التفكك فالعلاج هو دفع الشرور قبل أن تقع بالأشياء المعنوية والمحسوسة والمحسوسة فنسأل الله العفو والعافية ونسأله الإعانة لولاة أمورنا ولعلمائنا ولكل مسلم ونسأله الوقاية من كل شر شكرا لفضيلة الشيخ صالح الأطرم على هذه المعالقة الطيبة لما توجهنا عليه السؤال وجزاه الله خير الجزاء ومع فضيلة الشيخ صالح أفزان يحدثنا بماذا يعالج السحر إذا أصاب مسلما فلا تفضل نشكرا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله والسحر داء من الأدواء التي تصيب الإنسان بإذن الله وتقديره للابتلاء والامتحان فهذا الإنسان إذا أصابه هذا الداء وأصيب بالسحر فقد فقد ابتلي فعليه أن يتعالج بما شرعه الله سبحانه وتعالى وأباحه لعباده عباده فالله سبحانه ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء والسحر له علاج وله دواء بإذن الله فعلى المسلم أولاً أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله ويعلق قلبه بالله ويعلم أن الشفاء من عنده وأنه هو مسبب الأسباب وهو الشافي لا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى وإذا مردت فهو يشفين ورأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته فلحسبي الله عليه يتوكل ومتوكلون فعنه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فوى على كل شيء قدير فعلى المسلم إذا أصيب بشيء من السحر أن يعتمد على الله ويتوكل على الله ويعلق قلبه بالله ويعلم أنه لا شفاء إلا شفاء سبحانه وتعالى فيلجأ إليه ويدعوه ويتبرع إليه في كشف ما أصابه والله جل وعلا قريب مجيب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وإذا أقبل على الله وعلق قلبه به كفاه الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهوى حسبه إن الله باله وأمره وكذلك عليه أن يستعمل الأذكار والأدعية الواردة في الكتاب والسنة لعلاج هذا المرض من ذلك تلاوة الآيات التي ذكر الله فيها السحر وبطلانه وأنه عمل باطل كالآيات التي في سورة الأعراف والآيات التي في سورة يونس والآيات التي في سورة طاه في قصة السحرة مع موسى وما جرى ومن تها به الأمر من بطلان السحر ورده وانتصار الحق عليه فإن ذلك يكون من أسباب الشفاء بإذن الله ومن ذلك أن يقرأ فاتحة الكتاب ويرددها لأنها رقية لأن فاتحة الكتاب من أعظم أنواع الرقية وفيها دعاء العبادة ودعاء المسألة وهي سورة عظيمة تشتمل على معاني جليلة وأسرار عظيمة وهي أم القرآن وورد مشروعية الرقية بها وقراءتها على المصاب بلدغ أو غيره وأن فيها شفاء بإذن الله فيقرأ هذه السورة العظيمة يقرأها وينفث على نفسه ويرددها وكذلك يقرأ المعوذتين وفي سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر